قالت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء إن الولايات المتحدة قلقة من زيادة التحالف بين الصين وروسيا وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن زيارة وانجل روسيا عشية الذكرى السنوية الأولى للحرب هي دليل آخر على التحالف بين بيكين وموسكو معربا عن قلقه من هذا التحالف كون البلدين يتشاركان في رؤية يمكنها إعادة رسم الحدود بالقوة تستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على التصويت مبدئيا الخميس على مشروع قرار ساغته أوكرانيا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ودول غربية يحمل عنوان مباذئ مثاق الأمم المتحدة التي يقوم عليها السلام في أوكرانيا القرار يطالب روسيا بسحب قواتها بشكل كامل ويشدد على ضرورة التوصل إلى سلام عادل ودائم في أوكرانيا في خطوة تسعى عبرها الدول الغربية لدفع أكبر عدد من الدول سيما الإفريقية للتصويت لصالح القرار ترجمة نانسي قنقر